من كتاف إلى نهم والجوف وربما إلى مأرب يتوالى خذلان التحالف للجيش الوطني في كل مواجهة مع ميليشيا الحوثي خذلان مكن الميليشيا من توسيع مناطق سيطرتها وتهديدها لما تبقى من وجود للشرعية في مأرب أحداث الأيام الأخيرة حملت معها تقدما متسارعا للميليشيا في جبهات نهم والجوف وسط انهيارات متتالية لقوات الجيش الوطني التي فقدت السيطرة على معظم المناطق التي حررتها قبل نحو خمس سنوات وأمام عديد من التساؤلات إزاء الخسارات التي تعرض لها الجيش الوطني في نهم قالت مصادر عسكرية إن طائرات التحالف اكتفت بالتحليق ولم تقم بأي دور في مساندة الجيش الوطني وهو الأمر ذاته الذي حصل في محافظة الجوف وفيما لم يعد من اللافت تقدم ميليشيا الحوثي في أكثر من جبهة إلا أن صمت الحكومة والتحالف إزاء ما يحدث يثير تساؤلات كثيرة كما يضع الشرعية على حافة الهاوية وفي نهاية الطريق صمت زاد من حدة التنديد الشعبي ودفع صوات كثيرة إلى المطالبة بضرورة الخروج من تحت عباءة التحالف والبحث عن حلول يمكن أن تنقذ ما يمكن إنقاذه